أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ففيضوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمعه أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثاب الله بما قالوا جنة تجري من تحتك الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يدرف صيام ثلاثة أيام ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنصاب والأزرى مريد سم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلعون إنما يريد الشيطان أن يوثع بينكم العذابة والبغضاء في الغمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فالأنتم ملتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليمنوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله وأيديكم ونما حكم لعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنثوا الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منكم قتل من النعام يحكم به ذوى عدل منكم هذي أنبالغ الكعبة أو كفرة ومتعام مساكن أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه الله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمات واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبذلكم عفو الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كافروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنذر الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهددون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا افتديتم إلى الله مرجعكم دميعا فينبئكم لما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادت بينكم إذا حضر أحدكم موجحين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين فإن نوثر على أنهم استحقوا وإثمانوا فآخران يقوما لما قامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهارة على وجهها أو يخافوا أن تعد أيمانهم بعد أيمانهم اتقوا الله واسمعوا والله لا يمدل قوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عظم لنا إنك أنت العلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بنا ماري مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المغد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنسخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمح والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ دئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صبقتها ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه أعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من ذول الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلت قلته ما قد علمته لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كانت علم الغيوبة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإن كانت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين الصدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين الصدقهم لهم جنة تجد من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مساما عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلموا سركم وجخركم وعلى ما تكسبون وما تأتيهم من آياتهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موعدين فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستخزئون ألم يروا كم نخلكنا من قبلهم من قرنهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مضرارا وجعلنا للأمهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرقاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه ردلهم وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استمزئ برسلهم من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستغزئون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين قل لما أما في السماوات والأرض قل الله كاتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فأطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أملت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك للفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بغيرك فهو على كل شيء قدير وهو القاير فوق عبادك وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلفة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله وحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلو ممن افتر عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون هم لم تكن فتدهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أور كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكينة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرام وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها أتى إذا جاءوك يجادلونك يقول للذين كفروا هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وأنهون عنه وإن يذلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إنها إلا حياة للدنيا وما نحن بما بعثين ولو ترى إذ أوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا وما الدار الآخرة خير للذين اتقون أفلا تعقلون وقد نعلم إنه ليحزنك الذين يقومون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلهم من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقالوا حتى آتهم نصرنا ولا ممثل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان الكبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبدغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه رجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمام أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الصاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلأولا إدجاه بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقوط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سامعكم وأبصاركم وخاتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف مصرفوا الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوضن عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتاب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبير سبيل المجرمين قل إني نكيت أبعد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقص للحق وهو خجر الفاصل قل له أن عندي ما تستعدلون به لأضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البلد والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما درحتم منهار ثم يبعثكم في نقوى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم لما كنتم تعملون وهو القاهر فوق إباده ويرسل عليكم حفوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم اردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجنا من هذه نكون أن من الشاكلين قل الله ننجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم نفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكل لكل نبأ مستقل وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من ذون الله ولي ولا شفيع وإذ تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر قل أنا دعو من ذون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدان الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والعرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور عالم الغيب والشهالة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلق لنا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفلق لنا إلا من أخدني ربي لأكون أنا من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلق ليا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وديه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرقين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسنع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحان هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويوسف ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم من أصراط مستقيم ذلك من الله يخدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لا حابط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نسانورا وفدا للناس تجعلونه قاطسة تبادونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم نلعبون وهذا كتاب ننزلناه مبارك صدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلوا ممن افطر على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الغول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فراداكما خلقناكم ولمرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من البيت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكن فالكل إصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتخددوا بها في ظلمات البدر والبحر ودفصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع ودفصلنا الآيات الغمية فهم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من مطلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا ثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع